في مقبرة الرياض عالم آخر مليء بوجوه كانت بالأمس القريب تملأ حياة الكثير ثم عفى عليها الزمن فنسي أغلبها وبقي بعض منها عصيا على النسيان أحد من فقد أحبته وواراه مثرى بالرياض الراحل في إحدى زياراته المتكررة لوالده المدفني هناك رأى مشهدا به من الهول ما به فقرر مشاركته مع الإعلام أنا مواطم موريتاني وهذه بلادي ونبقيها وأصلا دائما نعذر زيارة كل جمعة الوالدي أحمد الله علينا وعليه ونبقيكم كاملين ترحمهم واللي علي هنا تبدأ الحكاية ولين جئت للجمعة الفيتة لاحظت ملاحلة قريبة مع قط لاحظتها سابقا عن ذنب كلاب سائبة وداخلة في المقبرة وعائشة ثماتيها ليلة ونهارها فماذا تفعل الكلاب هنا؟ وجبالتهم جاهلين من بين مقابر والطريقة اللي جاهلين بيها الشنيعة اللي هتقول عنهم اللي قدوا يوصلوا للميت وهذا عندي عن فيديو منه وعندي مملي صور منه طرد الرجل الكلاب البرية علّه بذلك يكون أنقذ جثثا لا تستطيع رد الأدى عن نفسها من أن تنهج وفي زيارته التالية تكرر المشهد وكأن الأمر الروتيني تعودت الكلاب على أدائه كل يوم دون رادع وني عاد كيفت اليوم يوم الحد ومشيت عن يوم الجمعة عدرت زيارتي وتشيت الكلاب وخاروا بعد وني عاد لكيفت اليوم الحد هو اللي جيت أجبرتهم اللي كلاب أخرين سائبة ومبركة فمات إياها وصورتهم وعدلت منهم صور وعدلت منهم عن فيديو وجبتهم هنا تليل المرابقون فأطلق نداء استغاثة لحماية أرواح غادرتنا وآلمنا فراقها من أن تكون فريسة الإهمال وتو هذه القضية راني طارحها من هنا تيهم عند قناة المرابقون إلى رئيس الجمهورية الله يتقبل لنا ويتقبل مننا ومنكم وتو هذا هو اللي عندي وعني أنا اللي نسكت عن القضية اللي مبلغ بها كاملين مبلغ بها القنوات ومبلغ بهم اللي قاد كامل تبلقوا به اللي هذا موتى وعندهم يقدر طبهم اللي أحنا فهل تلبي السلطات النداء موسيقى